في وقت تعاني المنطقة من هجمة شرسة تستهدف المؤسسات الوطنية وتضع نصب عيونها تدمير مقدرات الشعوب العربية وقفت مصر أمام تلك المخططات الإرهابية التي لا يمكن التصدي لها إلا بالقوة وأصبح الجيش المصري هو الدرو السيف للمنطقة العربية وباته هو الوحيد القادر على الدفاع عن الحق يحارب نيابة عن العالم العربي إيمانا منه بمسؤولية الحفاظ على أمن واستقرار أشقاء العرب وكانت له اليد طولة في هذه المعرك فخلال الأوام القليلة الماضية حقق الجيش المصري تقدما كبيرا لحفظ الأمن والاستقرار في الداخل والتصدي لجماعات الإرهاب التي انتشرت بالمنطقة ومن خلال عمليات حق الشهيد بمراحلها المختلفة في سيناء استطاعت القوات المسلحة تصفية مئات العناصر التكفيرية والسيطرة على عشرات البور الإرهابية وفي مقدمتها جبل الحلالة فضلا عن تدمير مخزن للسلاح وقطع طرق الإمدادات وغلق الأنفاق وتدميرها مع الأغض في الاعتبار أن العقيدة العسكرية المصرية لا تتغير بعدم تعريض المدنيين للخطر وعلى المستوى الإقليمي قاد الجيش المصري مبادرات لتوحيد الجيش الليبي الذي تأثر كثيرا بأحداث الربيع العربية كما لحقت الجماعات الإرهابية داخل الحدود الليبية عبر تنفيذ غارات جوية استهدفت معسكراتهم ومقراتهم وعقب ذلك بتعزيز رقابة قوات الجيش على المسلس الحدودي مع ليبيا والسودان عند منطقة جبل العوينات في أقصى الجنوب الغربي وفي إطالة دفاع للأمن القومي العربي شاركت مصر في التحالف العربي لدعم الشرعيات في اليمن ودعمت كل الجهود التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في سوريا وخفض التصعيد والتوتر بين الجيش السوري والفصائل المسلحة ورغم هذه الصعب ووصل الجيش المصري تحديث قدرات العسكرية من خلال تنفيذ عدد من صفقة التسليحة كان أبرزها تعزيز الترسان البحرية بحاملتين مروحيات مصر على وبذلك حاملت المؤسسة العسكرية المصرية راية التحدي بعد أن تمزقت جوش المنطقة بالصراعات الداخلية والمخططات الإرهابية